وعن تحليل الإيدز وعن آلام العضلات طبعاً لا نحن المفروض أن نقلق أو نخاف أو يحدث لنا نوع من أنواع الهلع لا، هذا مرض مثله ومع أي مرض يأخذ العلاجه ويختفي الفيروس في الدم وبالتالي بعد 6 شهور من العلاج في معظم الأحوال وبالتالي هذا الشاب ممكن فيما بعد يتزوج ويعيش حياة طبيعية عادي ويمشي على العلاج ومدى الحياة ويتابع مع الطبيب المعالج لا يوجد أي مشكلة هذا لا يجعلك متوتر وقلقان وطبعاً ننصح خصوصاً الشباب بالنسبة للعلاقات الإنجلسية يجب أن تستخدم الواقع الذكري لأنه سيحميك من أخطار العدوى طبعاً هذا يقلل لنسبة العدوى كثير جداً جداً أساساً لا سنقول أنه سيحميك 100% ولكن سيحميك بنسبة عالية جداً 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 وبالتالي يجب أن تستخدم الواقع الذكري خصوصاً في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو يجب أن يكون حريصاً في هذا الموضوع مهم جداً أن تكشف عند الطبيب المختص وتعمل الفحوصات اللازمة لا تخاف وإذا كان هناك أي شيء أو أي مرض جنسي تتعالج ولا تقلق من موضوع وصمة العار الفيديوهات التي نفعلها على أساس أن نحاول بقدر الإمكان نقلل من موضوع وصمة العار ونحاول بقدر الإمكان نبسط موضوع المرض على الشباب لكي لا يحدث نوع من أنواع الاكتئاب وأن كنت أساساً تنفصل عن المجتمع ترجمة نانسي قنقر شكرا